موسيقى حلقات جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها أخبار اليوم الحكومة تؤكد للصليب الأحمر استعدادها لتبادل جميع الأسراب مع الحوثيين العربي الجديد صحيفة عربية تكشف عن وجود تعديلات في الكتب الدراسية في مناطق سيطرة الحوثيين القدس صورة مخيفة للرئيس الأمريكي ترامب في معرض فني وسط نيويورك هاف بوست الشرطة التونسية تنسحب من تأمين حفل فنان انتقد الجنود في أغنية موسيقى أهلا بكم الفراغ الأمني في أبيان إلى متى يتساءل موقع عدن الغد ويقول إن تنظيم القاعدة نفذ خلال السنوات الماضية هجمات مسلحة وعمليات اغتيال طالت عسكريين من الجيش ومنذ انتهاء الحرب الأخيرة باتت الهجمات تستهدف مدنيين وعسكريين من أبناء المنطقة الوسطى بمحافظة أبيان يضيف الموقع قبل أشهر انسحبت آخر الوحدات الأمنية تابعة لما بات يعرف بالحزام الأمني من منطقة لودر وموديا والمحفظ ومحافظة أبيان تاركة المكان لسيطرة شبه معلنة لعناصر تنظيم القاعدة ورغم الضعف الذي بات يعاني منه تنظيم القاعدة في هذه المناطق إلا أن حالة الفراغ الأمني التي تعيشها المنطقة مكنته من تنفيذ عمليات اغتيال وهجمات مسلحة يتابع الموقع تبدو مدينة لودر وحيدة بمعسكر صغير للجيش في حين تغرق مديرية موديا القريبة منها هي الأخرى في فوضى مماثلة لانتشار الجماعات المسلحة ويسجل حضور الدولة في أبيان على الطريق الواصلة إلى مدينة الشقرة الساحلية حيث تستقبلك أول نقطة للحزام الأمني الذي تمدد ثم انكمش لاحقا موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية عنوان من محافظة عمران قتلى وجرح في نزاع قبلي بمديرية حوث وقال الموقع نزاعا قبليا في مديرية حوث التابعة لمحافظة عمران نشب بين آل الأحمر وآل عويد نتيجة خلافات حول أراض في منطقة الخمر وسقوط عدد من القتلى مصادر محلية أكدت أن الشباكات نشبت بسبب نزاع على أراض في منطقة الخمر وتم إطلاق نار بين الجانبين أسفر عن مقتل ستة أشخاص من الطرفين وآضفت المصادر أن القتلى هما محمد أحمد الأحمر وأخاه معين الأحمر ومحمود عويد وثلاثة من أولاده زيد وزيدان وحميد يتابع الموقع الجدير بالذكر أن حوادث الاقتتال بين القبائل في هذه المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي زادت عن حدها وتكرر وقوعها في الآونة الأخيرة العدد الصادر من عدن من أخبار اليوم حمل العديد من العنوين أبرزها قصف جوي وبحري يطال مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة بموجان ومروى في أبيان وعنوان الحكومة تؤكد للصليب الأحمر استعدادها لتبادل جميع الأسرى مع الحوثيين ومن العنوين أيضا القوات الحكومية تسيطر على جبل الدرب الاستراتيجي غرب تعز وعنوان أخير ميليشيا الإنقلاب تقصف مواقع المقاومة في جبهة ثرى بقذائف الهون أعلنت قوات خفر السواحل في المنطقة العسكرية الثانية أنها سجلت غرق أربعة أشخاص كانوا يمارسون السباحة في أماكن خطرة في سواحل المكلة خلال أيام موسم نجم البالدة وقال مصدر مسؤول في قوات خفر السواحل إنها تمكنت من إنقاذ عشرات الأشخاص من الغرق في أماكن متفرقة من سواحل حضرموت خلال موسم نجم البالدة الذي يجتذب آلاف الزوار من مختلف مناطق المحافظة والمحافظات الأخرى للاغتسال في مياه البحر الباردة وضح المصدر بأنه إلى جانب دوريات الإنقاذ تم تنفيذ حملات توعوية وإرشادية بخطورة السباحة في الأماكن التي تشتد فيها التيارات المائية مع تقلبات البحر وارتفاع الأمواج داعيا مرتدي السواحل والزائرين إلى توخي الحذر وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة لها والالتزام بالتعليمات الموضحة في اللوحات الإرشادية التي نصبتها في الشواطئ اللجنة المختصة بمشاركة المنتديات الشبابية التطوعية غالبا ما يأخذنا الحنين إلى الماضي أي يكن قريبا أو بعيدا فنتحسر على ما نسميه الزمن الجميل الذي مضى إلى غير رجعة ونرثي حاضرنا الذي فقد الكثير من وهج الحياة أو وهج الأيام التي انصرمت هكذا يبدأ عبدواز مقاله في صحيفة الحياة معلقا حول كتاب ظهر مؤخرا يقول إن العالم الآن أفضل من كل ما مضى ويقول الكاتب إننا نحن إلى الماضي من غير أن نبرر هذا الحنين أو نسعى إلى فهمه والشك فيه بعضهم يتحدث عن سحر الستينيات التي لن تستعاد البتة وبعضهم عن مظاهر حياة في كل ما تعني الحياة انطوت كالذكريات كل شيء كان أجمل نقول من دون تردد حتى الحب حتى اللباس حتى السهر حتى الحزن كل هذه اليوتيوبيا الماضوية بحكاياتها وأساطيرها الجميلة ينقضها كتاب عنوانه لا لم يكن ما قبل أفضل ويضعها موضع الشك والمسائلة ليخلص إلى القول إن الحاضر أفضل من الماضي ولابد من التفاؤل مستقبلا صاحب الكتاب الذي صدرت ترجمته الفرنسية أخيرا داربلون مؤرخ اقتصادي وأكاديمي سويدي يدعى جوهان نوربرغ وكتابه الذي أثار سجالا حين صدوره باللغة السويدية يثير سجالا في كل لغة يترجم إليها بعضهم ينحاز بحماسة إلى مقولاته والتصورات التي يحملها انطلاقا من وقائع وأرقام وبعضهم ينتقد نزعته التفاؤلية بحجة ما آل إليه الحاضر الراهن من مآس وكوارث يستحق هذا الكتاب الظاهرة أن يترجم إلى العربية نحن العرب قد نكون معنيين برؤية صاحب التفاؤلية إلى العصر وقد يكون لدينا بضع حجج تساهم في مساءلته ونقده لسيما في كلامه عن تراجع العنف والحروب والأمية وعن انتشار الأمن والتسامح والطمأنينية وقد تكون الحالة الأفريقية التي تنتمي إليها بلدان عربية عدة مأخذا على تناسي الكاتب مآسي أطراف العالم الجديد الما بعد عولمي ومنها أفريقيا ففي جريرة فضحه الماضي الذي كان مهولا يقول الباحث مثلا السويد أيام أجداد الأقدمين كانت تشبه أفريقيا الآن قد تكون الأرقام والإحصاءات وكلها صحيحة ورسمية التي يعتمدها الباحث حافزا على التفاؤل حقا وهي قادرة على تأكيد حقيقة التطور والتقدم الذين عرفهما العالم الجديد الذي لم يعد كارثيا تماما ولا خائرا أو مضطربا كما حدث أن كان في حقب سابقة في موقع سبتمبر نت تغطية خاصة عن جبهات الحرب حيث عنوان الموقع أحد عناصر الميليشيا يقع أسيرا بيد الجيش الوطني في سرواح وقال الموقع إن أحد عناصر الميليشيا الانقلابية وقع أسيرا بيد قوات الجيش الوطني بسرواح شرق العاصمة صنعاء وقال مظر عسكري إن الأسير وقع بيد رجال الجيش الوطني أثناء توجهه إلى أحد المواقع التي استعادها الجيش في جبل الأشقر شرق سوق صرواح وضف المصدر شاهد الجنود الأسيرة يتجه بدراجته النارية وكامل أسلحته نحو مواقع الجيش في خط التماس شرق صرواح يعنون موقع الاشتراك نت عن أحد تقاريره في أحد تقاريره عن النزوح حلم العودة للمنزل قصة نزوح ويقول محرر التقرير بين حلم العودة للمنزل وحلم أطفالها بعودة والدهم تقضي مرأة سنتها الثانية نازحة وسط مخيم في حي الروضة بمدينة مأرب خصص للنازحين الذين قدموا من مديرية صرواح ويقول الموقع يؤوي مخيم الروضة مئات الأسر التي نزحت هربا من الحرب التي شهدتها ولا تزال حتى اليوم مديرية صرواح غربي المحافظة ويقول التقرير عن المرأة خيمة في حي الروضة بمدينة مأرب هي ما تبقى لهذه المرأة وأطفالها الثلاثة من وطن وحلم بالأمن والاستقرار قوضته الحرب ولا معيل لها ولأطفالها تقول المرأة راتب زوجي هو مصدر الدخل الوحيد لي ولأطفالي ولا يتم صرفه إلا كل ثلاثة أو أربعة أشهر وتلخص قصة المرأة الواقع المرير الذي يعيشه آلاف من نازحي الحرب في معظم مناطق البلاد وسط استمرار تصعيد العمليات القتالية ورفض تحالف صالح والحثيين خيارات السلام التي ينشدها اليمنيون ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا نتابع الأحداث ونرصد التطورات نتناول الخبر من زوايا متعددة لنصل معكم إلى أقرب صورة لدلالات وتداعيات المشهد اليمني أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث أهلا بكم من جديد احتلت أزمة تعديل المناهج الدراسية التي أجرتها جماعة الحثيين المسيطرة على صنعاء صدارة اهتمامات اليمنيين كما ورد في صحيفة العرب الجديد خصوصا أن رفضها وصل إلى حزب المؤتمر الشعبي برئاسة الرئيس المخلوع الذي وصفها بأنها طائفية وكشفت مصادر في وزارة التربية بصنعاء طلبت عدم الكشف عن هويتها للعرب الجديد أن الحثيين منذ العام الأول لسيطرتهم على المؤسسات الحكومية في صنعاء بدأوا بمحاولات فرض تعديلات على المناهج الدراسية غير أنهم واجهوا معارضة من مسؤولين وكوادر تربوية في الوزارة ومن أبرز تعديلات الحثيين على المناهج التي اطلع عليها العرب الجديد استبدال عبارة صلى الله عليه وسلم التي تلحق باسم النبي محمد بعبارة صلى الله عليه وآله وسلم وهو تعديل لا يجد معارضة عند بعض المذاهب السنية رغم أنه يأتي في سياق الرؤية المذهبية لدى الحثيين والتي تمجد آل النبي ويقول قادة الحثيين إنهم ينتسبون إليه تعديل آخر حرك الجدل مطلع يوليو الجاري إذ أضيفت عبارة وجوب محبة آل البيت في منهج التربية الإسلامية للصف التاسع وتأكد العرب الجديد من وجود التعديل في طبعة عام 2017 في درس خطبة الودع وفي وقت سابق من العام الجاري رصد تقرير أعاده المركز الإعلامي للثورة اليمنية تسعة عشر تدخلا من قبل الحثيين في المناهج منها على سبيل المثال حذف الدرس الثالث في مادة القراءة للصف الثالث عن العشرة المبشرين بالجنة وتغيير اسم حفصة أينما ورد في كتاب القراءة للمرحلة الابتدائية صحيفة الاتحاد عنوانت الحكومة اليمنية تعرض تبادل الأسرى مع المتمردين وقالت في التفاصيل اقترحت الحكومة اليمنية اجراء صفقة لتبادل جميع الأسرى مع الانكلابيين عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي وصل رئيسها بيتر مورر إلى عدن في مستهل زيارة للبلاد تستمر خمسة أيام رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر التقى في عدن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق الذي من المقرر أن يزور أيضا مدينتي تعز وصنعى وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ أن رئيس الحكومة أبدى استعداد حكومته إجراء صفقة مع الميليشيا لتبادل جميع الأسرى عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقال بن دغر أن الميليشيا تعتقل أكثر من ثلاثة آلاف شخص بعضهم مخفيون قسرى بينهم أطفال زجت بهم الميليشيا في الصراع المسلح واستخدمتهم دروعا بشرية وقام بن دغر أيضا بتسليم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر قائمة بأسماء المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون الانقلابيين نقد استبداد التراث تحت هذا العنوان كتب عزيز الحداد مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا كيف يمكن لمسيرة نحو الحرية أن لا تكون جدلية تخضع لقوانين العقل وتنفصل عن الوعي المأساوي الذي خلف آثاره على الروح بواسطة عنف الخطباء المتملقين للاستبداد فذات الفاعلة تتحدد عن طريق الحرية وبمجهود التحرر بدلا من أن تحدد عن طريق التديون والأخلاق ذلك أن الوعي الذاتي لا يمكن اختباره إلا في المقاومة ضد شراسة السلطة الانضباطية التي تتحكم في العيش والشبق والموت إنها مبيد للكينونة ولذلك أن أغلب أفراد الشعب قد فقدوا كينونتهم ويتحركون طبقا لتعاليم السلطة التي تمررها عبر وسائل الأعلام والمساجد هكذا تتم تلبية نداء الاستبداد بشكل مستمر لأنه يخشى النسيان كما يخشى الفكرة والحرية إنهم أخطر الأعداء بمقدار ما يدمر المستبد المجتمع باسم الحفاظ على السيادة بقدر ما يتجه نحو الانهيار لأن المرحلة بكاملها تتحول إلى فوضى لا يمكن للسياسة المدنية أن تتحكم فيها ولعل ما يقع الآن في بعض البلدان العربية خير شاهد على هذه الفرضية لأن الأحداث تمرد داخل مسرح فارغ من الجمهور لأن الذات عندما تتعود على الفردانية فإن العوائق التي تعوق وجودها تكون دائما عوائق اجتماعية وسياسية سواء كان مصدرها العائلة أو الحياة الاقتصادية والإدارية السياسية أو الدينية والحال أنه كلما كانت السلطة متطرفة كلما أنتجت التطرف في المجتمع لأنه من الضد يكون الضد لذلك نجد أن التاريخ يكرر نفسه في تلك الأنظمة المعتمة لأن أكبر جبهة للتطرف ظهرت في عنف الأنظمة الاستبدادية التي كان المجتمع منقزما بالتساوي بين مؤسسة القمع والمواطنين الذين لم يتمتعوا بالحرية والإعلان عن حقوق الإنسان حتى على مستوى الوصلات الإشهارية بل إن الاستبداد تحول عندهم إلى مشروع سلوك أخلاقي شارس يحكم على ظاهريات الروح أن تتوج نحو التجل السري في المقاومة هكذا يكون الارتباط بين الذات والتطرف الذي يقود إلى نظرية المقاومة السرية انطلاقا من الأيدلوجية نفسها التي يستغلها الاستبداد في نشر هيمنته قال موقع هاف بوست في أحد أخباره المدنوعة من تونس إن الشرطة التونسية قررت الانسحاب من إحدى حفلات المغني بمهرجان عيد البحر في محافظة المهدية وسط تونس بعد أن قدم أغنية يتهكم فيها على الشرطة وقال الموقع إن عناصر الشرطة قرروا عدم تأمين بقية حفلاته في كامل المحافظات التونسية من جانبهم اضطر عدد من مديرين مهرجانات في تونس إلى إلغاء حفلات مغني الروب كلاي بي بي جي بعد أن قررت النقابة الأمنية التونسية الامتناع عن تأمين حفلاته بسبب أغانيه المنتقدة لرجال الأمن مغني الروب كلاي بي جي قال إنه غن الأغنية بطلب من الجمهور واعتبر المغني أن الأمن تعمد الانسحاب وتحريض عدد من الشباب الذين قاموا بالاعتداء عليه وإفساد الحفل في أحد أخبار صحيفة القدس العربي المنوعة ورد تحت عنوان افتتاح معرض صور مخيفة لترامب وإدارته في نيويورك حيث شهدت صالة المعرض التركي C24 في نيويورك عرض صور فوتوغرافية مخيفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في إدارته بعد أن تم التلاعب بها رقاميا وتضمن المعرض الذي تم افتتاحه في صالة يملكها رجلاء أعمال تركيان صورا للرسام الأمريكي الشهير أوليفر واسو تناول فيها ترامب ومسؤولين في إدارته وحمل المعرض الذي تم افتتاحه بالتعاون مع وقف نيويورك للفن اسم تنميط الوجه بإدارة رسام الكاريكاتور ديفيد جاي تيري ويضم أعمالا لأربعة فنانين بينهم واسو كما تضمن المعرض صورا لابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا وزوجها جاريد تم فيها استبدال لون أعينهما البني بلون عيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إشارة إلى علاقتهما بالإدارة الروسية وبالانتقال إلى أكثر الأخبار المنوعة مطالعة على شبكة البي بي سي ما جاء في صفحتها الرئيسية عروض العمل تنهال على طفلة بريطانية غرمت لبيعها عصير الليمون وقالت الشبكة تلقت طفلة بريطانية بعمر خمس سنوات سبق أن غرمها مجلس بلدي مبلغ 150 جنيه استرليني لبيعها أقداح عصير الليمون تلقت عشرات العروض لنصب كشك لبيع الليمون في فعاليات أخرى وقد ترك أندري سبايسر البروفيسور في إدارة الأعمال ابنته تنصب طاولة صغيرة وتبيع عصير الليمون بسعر خمسين بنسا للقدح الواحد خارج موقع مهرجان لوف بوكس شرقية لاندن إلا أن أربعة موظفين من المجلس البلدي غرموا الفتاة ووالدها لممارستهم البيع من دون رخصة تجارية وقد اعتذر المجلس البلدي في منطقة تاور هاملت لاحقا عن إصدار العقوبة وألغى الغرامة التي فرضها الموظفون وقال سبايسر إن ابنته تلقت عروضا لنصب أكشاك لبيع عصير الليمون في مهرجانات ومناطق أخرى وكتبت العائلة تغريدة تقول فيها لقد غمرنا بالاستجابات الطيبة من أناس في مختلف أنحاء العالم حان وقت الاستعداد لانهيار إيران السياسي تحت هذا العنوان نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقالا للباحث الإيراني الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط ري تاقية وقال الكاتب تاريخ الجمهورية الإسلامي دائما تاريخ مضطرب يتميز بصراع مستمر بين نظام استبدادي وسكان متضررين قلقين يسعون إلى التمكين الديمقراطي وعندما تولت السلطة أول الأمر خاضت الأقلية الدينية الحاكمة معارك شوارع دموية لقمع الأعضاء الآخرين في التحالف الثوري الذين لم يشاركوها رغبتها في إقامة ديكتاتورية ثيروقراطية وفي التسعينيات واجهت تلك الأقلية صعود حركة إصلاحية والتي شكلت المحاولة الأكثر إثارة للبهجة لمواءمة الدين مع التعددية وقد تحدث الإصلاحيون عن إجراء مراجعة للدعاءة خامنئي التي تروج للحكم المطلق وتوسيع المجتمع المدني والإعلام المنتقد ورد النظام بخليطه المعتاد من الإرهاب والتخويف لإجهاض الحركة ثم جاءت الثورة الخضراء في صيف العام 2009 والتي نزعت شرعية عن النظام إلى الأبد وقطعت الروابط بين الدولة والمجتمع لعل شيء الوحيد المؤكد حول مستقبل إيران هو أن حركة الاحتجاج سوف تصعد مرة أخرى في مرحلة ما وتسعى إلى استبدال النظام اليوم تتحرك الجمهورية الإسلامية بتثاقل مثل ما فعل الاتحاد السوفيوتي خلال سنواته الأخيرة فهي تعتنق أيدولوجيا لا تقنع أحده وهي تمتلك أجهزة أمنية ثبتا أنها غير موثوقة خلال ثورة العام 2009 بحيث دفعت النظام إلى استخدام ميليشيات الباسج لأن العديد من قادة الحرس الثوري رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين تقدر الإكليريكيات في مدينة يقوم المقدسة الضرر الذي ألحقته حكومة الله بالإسلام حيث أصبحت المساجد فارغة حتى خلال الاحتفالات الدينية الهامة ولا يرغب الشباب في الانضمام إلى رجال الدين ولا تريد النساء الزواج من رجال الدين ونظام غارق في الفساد وهو وضع إشكالي بشكل خاص لنظام يقيم سلطته على أساس مرسوم إلهي صحيفة الديلي تيليغراف قامت بنشر مجموعة صور مختلفة في أنحاء العالم انتقطتها عدسة الكاميرا ليومنا هذا نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر